السلام عليكم وبركاته ومرحبا بالجميع للقناة اليوم في هذا الفيديو بحول الله سنتحدث عن الناس الذين لديها نظام تقوم باندور تي في وليس انظر تي في مثل التلفزة التي يأتي فيها هذا النظام يأتي مدمج وللناس الذين لديها هادالنوع تقوم باندور تي في كما ترى في الصورة كم يترى الكثير من الناس ويعني الوقت الحالي وكل انظمة ستتجه للنظام في هذا الفيديو رح نكون كيفاش ضيفو اختصار تاع جوجل بلاي ضيفو هنا من تطبيقات يعني في كل مرة تجي تحملوا تطبيق من المتجر تروحوا هنا الابس وتروح هنا للبحث ولا تقدروا تتحملوا اي تطبيق من تطبيقات هنا المقترحة ولا لطريقة ثانية هو انكم تجووا للريموت كونترول تلي كمود هنا تتضغطوا على الامر الصوتي هذا وتقولوا له جوجل بلاي ستور هو رح يفتح لكم المتجر لكن طريقة الاسهل يعني في كل مرة اما استعمل طريقة الاولى ولا تانية طريقة الافضل هو انكم تضيفو اختصار مثل نظام تاع اندرو تيفي رح نبليكم طريقة وتكون سهلة بحول الله رح تدخلوا للمتجر تاع دولنا ودر تروحوا للمتجر اللي تكلمنا فيه شحام الفيديو المتجر تاعي اللي سممتو هنا الكودة تاعو 69714 هذا المتجر ان شاء الله رح تلقوا فيه كامل تطبيقات التي تحتاجهم بالنسبة لنظام الانطيمات على جوجل تيفي المدمجة ولا البوكس تيفي التطبيقات اللي تكون خارج المتجر ماذا بكم تديروا هنا اشترك في هذا المتجر وتشوفوا التطبيقات التي تحتاجوها اني دفتكم هذا هذا الاختصار متجر بلاي ستون كما تشوفوا اطلقاوه في الاول بعد مدة من الفيديو رح ننكلاسيه في الفئة هكذا باش تسهل عليكم عمليات التحميل تضغطوا على اوكي تحملوا هذا الملف بسيغة ابيكا يعني في فقط 14 او 15 مكيلوه هو عبارة عن اختصار برك بعدما تتحمله وتنصبوه كما تشوفوا دلو لها انستال وتخلوه يتنصب بعدي في الجهاز تحكم هاي اوب انستال هو مجرد اختصار كما قلتكم هنا كمانا نخرج كامل ونروحوا للتطبيقات اروحوا في الاخير شوفوا باللي اغبنا الاختصار تاع متجر جول بلاي ما زالت عمليات التنصيب يعني جارية تضغطوا على اوكي ضغطة موط اولا تديروا لها موف وتجيبوه في بداية التطبيقات بسيغة عليكم عمليات تاع فتح المونتشل شوفوا نضغط على اوكي مباشرة يفتح معنا التطبيق عملية سهلة يا اما كما قلت لكم تحمله من المتجر تاع الدولة ودار ولو تدخلوا للغروب تاع تليغرام اللي يسموه سيرينصات تلقوا الميلة فاني رفعت لكم تم انا ما يعجبني اشفال النظام تاع جوجل تيفي هو هذا الامر يعني ما تقدرش تدخل يعني مباشرة في المتجر جوجل بلاي ورانا حليناكم هذا المشكل بوسطة هذا الاختصار ان شاء الله يجبكم انتلقى في فيديوات اخرى دبتم في امان الله والسلام عليكم